سفاح التجمع أبديت كتير وجديدة خلينا نقول لكم أن سفاح التجمع لقوا على جسمه خمسة تاتوز لضحايا استمتع بتعذبهم وموتهم الموضوع ده يعني كان دخلين في أسبوعين تقريبا وقصة برضو عملين تحقيقات عملها بتريفيل أبديت كتير جديدة وخلينا نقول لكم أن التحقيقات كشفت عن وجود خمسة تاتوز على جسم سفاح التجمع وهو المعروف بكريم مسلم اسم كريم مسلم وهو كان تيكتوكر وخلينا نقول لكم أن التاتوز دول اللي لقوم على جسم كريم هو كان لخمسة خمس بنات ضحايا للأسف هو استمتع بتعذبهم وموتهم أو قتلهم خلينا نقول لكم برضو أن في التحقيقات تم إثبات أن هو كان بياخد أو بيتناول مواد مخدرة زي الأيس مثلا وفي التحقيقات برضو هو قال أن هو من كتر ما هو كان بياخد المواد المخدرة دي هو مش فاكر هما كان ضحية هو كمان من ضمن الخبر أن هما لقوا مقاطع فيديو إباحية لي معا كتيرة 200 مقطع فيديو 200 مقطع فيديو من 11 لضحايا لي غير كده في طلعت أن فيك الضحية من الضحايا اللي هي مقطع فيديو قال أن هي ماتت بس اكتشافة بعد كده أنها لسه عايشة هي مكتش ضحية هي الفكرة أن هو ما كانش بيقتل من أول أول مقابلة يعني هو كان بيقابلهم مرة مع الثانية مع الثالثة فممكن يتالف الرابعة والثالثة إنما آخر واحدة اللي هم لقوها أو ربعها لها اكتشفوا أن هي لسه صحية أو لسه عايشة قصدي وبتالها يتحامل منه بالضبط زي ما بيجاد قال هما لقوا 200 مقطع فيديو خلينا نقول لكم برضو أن هي كان فيه برضو موبايل واثنين لابتوبس وكاميرا كان يعني بكواليتي عالية قوي واكتشف أن هو كان بيصور الضحايا دي يعني بيصور الجريمة كاملة وهو بيعملها وخلينا نقول لكم برضو أن للأسف المتين دول يعني أن هما اتوفوا أو اتقتلوا وجاري البحث عن 11 بنت منهم وزي ما بيجاد قال هما كان فيه كلام كتير ان المتين اتقتلوا أو المتين هو دول اللي يعني لقوا صورهم على اللابتوبس والموبايل بتاعه والكاميرا نهي مسجلة كل الحاجات دي هو في حد بيكتب لناه كومنت أن هو نفس طريقة فيلم قديم فممكن يقول لنا اسم الفيلم عشان نتفرج عليه ممكن تقول لنا اسم الفيلم عشان ايه؟ عشان نتفرج عليه عشان ايه بيجاد؟ نتفرج عليه لو رجعته أصل اتحايا بتنصوص النيابة في الموضوع ده هو كان بيقترهم بشكل 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 جدا هو كان بيخدرهم يعني هو كان بيحب يمرس السادية معهم الأول بالشكل يعني معرفش كلكم فهمين يعني اسم لا بس اكيد مش هقول عمر المفرج علينا بس هو كان بيحب يمرس معهم السادية وطنهم وهم متخدرين فيه لدرجة ان فيه ضحايا من ضحايا يعني ما ماتوش من الضرب لا هو ماتوا من كتر التغدير بالضبط يعني من كتر جارة التغدير فماتوا وحتى بعد ما هم ماتوا وبعد خلاص يعني هو تأكد هم ماتين مارس معهم بعد ما ماتوا اللي هو انت جاي منين؟ يعني انت مخلوق من ايه؟ دي اسئلة محتاجين من اجوابها لها خلينا نقول لكم برضو ان زي ما بيجاد قال ان كان فيه يعني احد الضحايا اتقال ان هي يعني اتوفت او تقتلت ولكن الاسرة عندها اسرتها طلعت قالت لا مامتها بالتحديد قالت لا انا بنتي عايشة وهي كانت ضحايا من ضمن الضحايا وهي حامل منه يا رب لكم فعلها اه وخليني برضو اقول لكم ان كان فيه يعني هو كريم او صفاح التجمع هو معي الجنسية الامريكية بجانب الجنسية المصرية هل هيبخلو بقى ما هقول لك اهو كان فيه مصادر بتقول ان السفارة الامريكية هتبعك محامي اه يعني يتناوب عنه وان هو يعني اه في القضية دي ولكن كلام كتير يتقال لأ ان ده كان مجرد اشاعة وده مش صحيح مفيش السفارة الامريكية لحد دلوقتي مفيش استدعاء لها بان هي اه تدوى محامي ليتناوب عن اه صفاح التجمع صحب صحب ان له انت هتبقى بجح قوي يعني قصد دي مش قبيلة اموال عامة يعني ولكن هو للأسف يعني لما القصة انتشرت وانتشر برضو ان فيه ان هو معي الجنسية الامريكية ناس كتير بتقول لك هو خلاص هيطلع منها لا بكل بساطة هو ممكن يعني لا هو يعني ده كان كلام كتير قوي تقول لما اتعرف ان هو في الكيسيس دي هو هو لو طلب ان السفارة تدخل هو بيبعت لهم طلب وهما بيدخلوا فعلا ده حقيق لانه هو مواطن امريكي بس هل حد اللوقتي نتبعتش للسفارة يعني هو المصدر كان بيقول هو بقى عمل ايه دي هنشوف هل هو بقى هيقول للمحامي بتاعه لانه هو لازم يتنازل على الجنسية المصرية عشان يقدم الطلب ده لانه برضو كان فيه كله كان فيها ناس بتعدد كنزيات فكان البروسيس ان هو لازم يتنازل عن الجنسية المصرية ويقدم طلب ده سفارة عشان تصبرته في القضية بحيث حتى لو خد حكم مخفى فأتليست لو خد حكم في مصر بيسلموا لامريكا بيتعامل على سين هو مواطن امريكي بيتعاد محاكمته تاني فممكن هناك يخرج براءة او حاجة زي كده يبقى لها اجراء تاني او ياخد براءة لا او ممكن ان الحكم يبقى مشدد اكتر على حسب الكيس برضو خلينا اخد شوية كومنتز معينا في نوها بتقول هم مستنيين ايه عشان يعدموه على التلفزيون لايو مفيش اعدام هو ناس كتير قوي قالت الكومنت ده على فكرة يعني فعلا هم مستنيين ايه علشان أتليست يطلعوا حكم بالاعدام يعني ايه اللي هم مستنيين دي محاكمة واتخد وقتها فمش في يوم وليلة ان في اجراء فيه تحقيق فيه لازم يلاقي الجسس فيه لازم يشرحوا الجسس يرجاعوا الاهلي الجسس اخدت لأ ايقصدها بان هي يعني الانفورميشن الانفورميشن الاردي هم كتير قوي اي ما هو لازم يقى فيه مجلسات وهو يترافع ومحامل بتاها يترافع ومحامل الاحاية يترافع هي اقل حاجة تاخد لها سنة وبرضه في احكام الاعدام لا ممكن لو مستك يعني مقساط بيكون فيه يعني هي اقل قد تاخد لها سنة وحتى قد تكون في احكام الاعدام هاكل عدم ما بتنفس في لحظتها ممكن يقعد سنتين عشان تنفس سنة ممكن يقعد شهور حسب ما القضية ماشية ازاي وتنفيذها يبقى ازاي يعني هو مش لازم برضو مش هيبقى كيس عادلة جدا لو حاجة في ساعتها لازم يبقى القاضي يستوفى كل الإجراءات والأوراق وتأكد بالنسبة له هو مليون في المية ان الشخص ده لازم يتعدم وبعد كده بياخد رأيي الأزهر في الموضوع او درر يفتح اعتقد وهما بيأكدوا رأيي درر يفتح او لازر بيبقى رأيي استشاري ما بيأصرش عادية خلينا ناخد شوائد كومنتز معينا فيه علي بيقول لنا هو حكموا عليه ولا لسه لا هو لسه عليها لسه التحقيقات شغيلة فيه مروان بيقول لنا بقى حاجة تانية بيقول لنا هو ملوهوش دم بالعيب على البنات اللي راحوا له يعني بص خلينا نفصل بين جريمة القتل وجريمة بنات الليل يعني هي مش عشان هي بنت الليل فتت قتل يعني خلينا نقول ان هي اصلا هي برضو فيه ظروف وفيه حاجات اكيد اجبرتها ان هي تبقى بنت الليل يعني ومش يعني خلي الدولة هي اللي تعاقب بنت الليل مش انت اللي تعاقبها يا مروان مع كامل احترامي ليك لان لو كل واحد خد على طوك ان هو يقوم المجتمع او يعاقب كل واحد غلطان فانت المفوت حد يعاقبك بما انك دلوقتي قعب بتضعي واتك على التيك توك مروان لأ او بيجد يحب دي مصدر شوية مروان طبعا تلازم تفرق عليها واسمانة على البوتكست واليوتيوب وكل حاجة بس هو متا ما ينفعش كل واحد هو اللي يبدأ يعني انت مش مبرر ان هما عشان بنت الليل فيقتلهم يعني او لا بعدين هما كمان يعني الجرايم بشع يعني يعني هم مش قتلهم برصاصة مسرا وخلاص لا هي الفكرة ما قبل القتل اصلا يعني جرايم بشع فيه برضو ميمو بتقول لنا او بيقول لنا في امريكا هيبقى مؤبط طبع القانون الامريكي لكن مصر هيبقى اعدام حتى لو هرب من حكم مصر هيبقى مشدد